اشتركوا في القناة جديدة من عائلات المفقودين لسنوات السوداء اي سنوات السعينات بدون اطالة مستمعين الكرام نرحب بالسيد عصمان احمد برهاندين تصلي خير السلام عليكم ورحمة الله نشكرك نشكركوا على الاستضافة انا عثمان احمد برهاندين منين جيتنا انا جيت من بابالي من جزائر العاصمة انت ابن المفقود السيد عثمان محمد الذي تم اعتقاله يوم 24 فبري 1996 من البيت على الساعة وقلوا بخاسك 12 ساعة على الساعة 11-45 دقيقة ليلا ليلا عامل عامل بسيط يعني ما يسمى الان بالمعهد التقني لتربية الحيوانات هو كان مجرد عامل ما كان يعني ما كانش عنده مستوى دراسي عالي ولا كان يخدم برك يوم الاعتقال يوم الاعتقال لم أبلغ بعد 4 سنوات ثلاث سنين وست شهور لم يكن هناك يعني انت ما كشافي بس احكا ولك كيف استرعت اكزاكتما يعني انا ما نشفاش وجميع وش راح نحكي ستادير جو رابور لا نعاود نحكي وش حكاوليانا اللي كبار عليها في الدار يعني ليلة الاعتقال جو عناصر من الحارس الجمهوري من ثكن انت عبابالي جو مثل الحداش ونص اثناش غير التعليل جو سركلوا بالدار حاصروا البيت ومن بعد اه دقط وكاين يطلعوا في الصور كاين وين يقدروا يشوفوا الدار من الداخل طلبوا من اللي كانوا في الدار بيش يشعلوا الضوغ كما كان الحال شعلوا الضوغ فتحوا الباب فتحوا الباب وخليوهم دخلوا وكاين يطلعوا من في الصور من هي مهم مخلطة دخلوا دخلوا الدار لم يشعروا مخلطة 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 دخلوا وطلبوا الوثائق جميع من ساكن في البيت يعطوا لهم الوثائق بالوحدة لحقوا البطاقة التعريف تابع حبس عندها القائد ما يسموها بالعربية السيرية يعني القائد السيرية التي رفضت بابا يحبس عندها قالوا انت هو عثمان محمد ايه؟ عثمان محمد انا هو ايه يتبعنا ارواح معنا لستدير امانيا كانت صغيرة شوية حبت كشماتة ادفعوها وكان كائن عمي كان جان شوية كان صغير راح يطلب من الباب دابريوش قالوا لي فكما قلوه بدرجة بوشكارة طلب من الباب إلا ريش كوت بي مسكين دابريوش يحكي لي اعطاه بركلة اللي كان واقف المهم رفضوه ما قالوا روش سبب الاتقال ما قالوا جاوب انت هو عثمان محمد ايه أنا هو عثمان محمد ارواح معنا وعلا يعني دابريوش تحكي ماني اللي سقسات مسكينة وليدها وعلا وكيفه وما تخافيش الحاجة ومغير هنا وغدوة يولي ومهم الداوح الداوح وراحوا يعني كي نحكي على العناصر الحارس الجمهوري اللي جاوب ما جاوبش ما جاوبش جاوب يعني بالملابس النظامية نتاحهم وجاوب جاوب بالعربات النظامية والملابس النظامية جاوب حاجة نظامية ما هيش حاجة ماناش نحكو على ميليشيات زعماء ولا ماناش نحكو على إرهاب ولا الجاوب يعني حاجة تاع الدولة جاوب رفضوه وراحوا غدوة من ذاك في هذه الليلة هل تحرقوا في هذه الدار ومن حتى المليشة أنا لا تحكي لا تحكي في الدار لا تحكي في الدار لا تحكي في الدار لا تتفعل لا تحكي من الان زعمك ولم تحكي حاجة نحكي حاجة السيكي محمد الترفض اذا كانت متحكين تخيله رأيو الوثائق انتهى محمد رفضوه لم يكان لذلك شكي لذلك كانت تحكي لدينا شبهة باللي يراه يزعلك شما حاجة ممنوع في الدار أسلحة لا يحكوا لي في الدار كي يحكوا لي ما يحكوش باللي يودي فتشو الفراش ولا فتشو الخزانة ما فتشوه له جاوا حوسوا الوثائق قرعوا انتهوا عثمان محمد اترفض محمد ماذا حكاولك من بعد ما رفضوا الحاجة اللولى الاجراء أتلوا لني داروا بهم العائلة أول حاجة داروها غضوة من ذاك الصبح راحوا للثاكانات الحارس الجمهوري استقبلوهم و أخذوا منهم المعلومات أول ما يشايفون وقالوا لهم صح قالوا لهم لهم البارح جابوا جماعات يضعوا م opportunity يضعوا اكبر تغلبون القamus وما توcionون أداة راكت المختاطفين يحتاجوا معتقلين ومن باسته في الناس قالت لهم البارح راكت عليهم البارح وما جابوا مجموعة من الشباب حطوهم ثمك قال لك بصح ما طولوش ما بيتوش هنا وإنما جات مجموعة من أبن الدولة أداوهم للبليدة ومن بعد هنا بدأت الحكاية بدأ الجري كما نقوله بالدرجة ما بصح ما قالوا لكم سبب الاتقال ما قالوا لهمش قالوا لهم صح جابوه ما بصح ما طولوهم حتى ما كان حتى معلومة هذه هي علامة الاستفهام الكبير اللي ما زال الآن لست تدرسي الكيستان تدرسي الكيستان هذا السؤال يبقى متروح ما شافوه ما قالوا قالوا لهم بللي كان هنا ما بيتوش هنا يا جو رفضوه هذا ما كان ومبعد رحتون توم بالوطنة افعا راحوه ما ومبعدا راحو دابرا يبشي حكي ولي الزن فيلتور دي كازرن داروا على جميع فاكانة ببس شوف جميع فاكانة اسكرية بينا مكيش فاكانة ما راحوه تحكي للأم كنا نروحو ينخلعو فينا العسكر يستقبلونا يخلونا في الصالدات في البوست بوليس يجوزونا يجوزونا للمكتب المسؤول وقالت لي اخترال حقنا ما سمت ليش اللي كازرنة بصح قالت لي كنا نلحقه حتى في واحدة اللي بيروا العقادة أولى يهضروا معنا يقولك وليدكم ما وش عندنا؟ ملخة يعني نكروه كامل جدا؟ يعني هما يستقبلوهم تحكيلي يلفدوا معلومات ففلان يعتمان محمد وليد فلان وفلان زيد في تاريخ الفلاني كذا كذا هذا زيما يقول الكرانا هذا ما جيش لعندنا هذا ما كيش الاطراس نتاعو ما كيش الاثر نتاعو هنا في المؤسسة هذي نفهمتين كيفاش بس هما ما حبسوش قامي سقسي واني نشوفوه معدام بحكيلي واحدة الخطراء الخطراء للأمتاعي ما كانش معهم صح حكاتلي قتلي يودي راحوا للبليدة هذيك المرة في المحكمة اه اراحوا وممكن ينسي جن العسكرية راحوا سقسيهم عثمان محمد وليد حمد وليد مهدي فاطمة طريبيان شدوا المعلومات ثم بعدها خزروا ويستدروا العنصر راحوا وقالهم راحوا هنا صبروا نعجبوكم للزيارات قلت لك راحنا لقاعدة الزيارات بدأوا يعيطوا فلان 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 بدأوا يجيو وراء عثمان محمد ما كاش وبعدها معالي يجوا خارجين ياضيها نوفيسية اللي شافهم وعرف الاسم قال لهم بلا تقدرو تخلو لي نمارو التليفون تاعكم قالوا لهم مكاش نعط لك مadian فقالهم لنا أعطنوا ليني مروا التليفون شفاً. لم يكن تليفون في ذا كالوقت لم كان كين تليفون مازال الششو Leon explosو smarter قلا تلاحظ لهم حسن اعتذر على مشكيش التسلسل اللي راني جاي بها صحيح حتى الاحداث نعتذر على مسبقا المستمعين مرة واحد اخرى قال لك ويراهو هنا تحبو تجيبولو الحوايت تجيبولو الماكلة جاي والدار مساكن نشفالها كل يوم حتانا وفرحت المهم يعني رغم السغر سنتعب ساحبونت على بالك أجل ما يرغم السغر قلت لك من المال لك ويرفدو الحوايج مراهو يعني هل قانونه مراهوكة؟ أين قانونه مراهوكة؟ في البلدة لدوز ينفوا هذا المراكي دول الحوايج تستيع بفارك سجمو ترمبا إلا ما اشغلت الله وعلم ان شاء الله ما نشغلت بفارك برس خطرها في البلدة هذه الحكاية تعلق بسيدي سيدي 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 مع النماراتي اللي يفؤون كلش هذه البلدة على الابالي لدوز ينفوا نورمالما سيدي 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 وفي بعد يذهبوا وقال لهم ماشي هو ماشي هو ماشي هو ماشي 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 قال لهم يودي هو ماشي قال لهم يدوكه المعلومات هذا وليد زيد في تاريخ فلاني وليد فلان وفلانة وطل العنوان فلاني قالوا هم سيبونة هنا ومبعده ما كاش وكاينة مرة واحدة أخرى كيراحوا الاسان طين كي كان محامي فلا نريد ان يتوقعوا اطلقوا الاسان كيراحوا الاسان الامحامي في البلدة ويشد عليهم الدوصي قال لهم خلاص قل لهم انا مالا شد المعلومات والدوصي وكلش قال لهم انا مالا انا نروح نسقسي إن جيت باللي راهوا بان خبره ومعن تايلا راهوا كاين إن شاء الله نكملوه في الإجراءات راح شد دوسية عاودوا لوليها قال لهم وي قال لهم هني سقسيت هبان عاودوا كاين أسمو في البلدات وجور راح نسقسيت هوا كاين أسمو عطرب يعمل نبدأوا الإجراءات منها جيبوا لي وش بقام الدوسية ووليها قال لهم ما كاش قالوا ما عاود سقسيت قالوا لي ما كاش زاد هذه المرة الثالثة يعني اللي راني سامع بها وراني نسرد فيها هوا كاينة وما كاش يا كاين يا ما كاش لك هذا السيد وين نرى هو ش دار وعلاه سيد عطمان أحكي لي المعاناة اللي عانيت ورباك الفقدة الأبتاع والله بون لكني أحكي عليها روحي بون المعاناة معاناة النفسية بزاف صح لنا نقدر قولك باللي المعاناة الكبيرة قاع عاشتها الأم تاعي و بطبيعة الحال عاشتها الجدة اللي هي عبالك ماشي سهلة يروح ولدك تربيه وتكبريه ويقوله رجل ويتزوج وتشوفي أولاده قدامك وم بعدها أبت مكيش هذه المعاناة الكبيرة هذه المعاناة الكبيرة اللي عاشوهم اللي قدروا يعيشوهم هذا الزوج نساء أما واحد أخرين أنا أقولك عانيت مستطيع هاني جايك هاني جايك هاني جايك هاني جايك في الحديث هذا الزوج لا يمكنني أن أرى المعاناة تنتحهم مستطيع بطبيعة المرأة بطبيعة هاني حساسة وكذا أم اللي راح لها وليدها بعد ما كما حكيت لك كبراته ولا راجل وتزوج وبعدها في ليلة وضحها ولا ما جاء لخبره ولا ولو و الزوجة الزوجة اللي سيسافان اللذي بنت كاترون يعني انها ضربة العربية زوجة اللي هي الأمتي كان في عمرها 24 سنة كي يخلها 24 سنة وعندها طفلة وطفل و هذا كل الوقت ما سيكون لا تخدم لا هي ما خرجتش تخدم حتى لزاني دي بي حتى لزاني دو ميل حتى لزاني دو ميل حتى لزاني دو ميل لا لا لأنه كنا صح نحن في سكنة ما نش بعد على العاصمة وصح ديري في بالك العقليا صعيبة نعرف نعرف تاني في هذا الوقت حتى للمرأة الجزائرية كانت معزة في درهاب الرجل هو اللي يخرج يخدم المرأة في الدارة نحن نحن في هذا الوقت لم يكنوا نسى بزاني لذلك ودعا كان الحال رجال كانوا يخرجوا لا يقولوا رجال كانوا يخرجوا يخرجوا يخاف في الصباح يقول لك لا مرأة ضعيفة تخاف مرأة تخاف مرأة تخاف مرأة تخاف 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 الحمد لله من ناحية المادية لا يوجد كما نحن لا يوجد الناس نحن نحن تكون كائنا ونحن تستمر من ناحية نفسية صعبة من ناحية نفسية هي الاسئلة لا تستطيع الاسئلة قد ترى دائما لا تستطيع أن تنسى أنا صراحة نحن 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 ندفع نخرج كما قلوا نلتها بالنشاطات وحدة أخرين نقرأ نشوف نتلاقى مع الناس بالصح ماذا تقعد وحدك رك تخمم في حاجة بعدها حاجة تجيب حاجة في التخمام فالانشان وانتع التخمام صعيف لا حاجة ماذا حتى حتى هذا الحق حتى تتفكر وحدك وحدك بك هذا بابا ماذا يجاو الدوا وعليه وش دار لا يوجد وعليه وش دار كائن 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 وسمحوا لهم في المصالحة الوطنية وعليه وش دار وكان إرهابي وليكش ما خدم وعليه وعليه ما تشارعش وعليه ما مراهوش باين بزات اسئلة لي قطرح في روحه وما ما تلقى حتى جواب وثانا شوفيا يكذب عليك كائن ما كاش لي يديها كالاب كالأم الام كثر الام كثر الام كثر صح بصح بصح البابات الاب يلعب دور الاب يلعب الاب يلعب كبيرا كي بديت نكبر ونطلع بديت نعرف وصح بصح بصح الام كالناس قرأوها في علم النفسة لاني عيشتها الاب يلعب دور كبير دور كبير كيف يقولون دور أساسي ورئيسي في النمو النفساني وفي النمو الشخصياته هذا الطفل عبارك شغل مع اللي تبدأ تكبر شغل سي تعتمد على روحك في أمور سي تعتمد على روحك في شغل بصورمانتي سي تجاوز واحد العقابات في الحياة ولا سي تعتمد على روحك بصح يبقى دايمان وكان بصورمانة لاني بابا حاضر معايا شغل ساموري ماذا نقوله بالعربية لاني بابا حاضر معايا لابا لبلي مامي لا محشي يعاوني هو أبا لبلي الحضور وكني شوفوا قدامي سمسوفي يكفيني وبزيادة لاني بابا لاني بابا يشوف الناس هذو أي ناس نقوله إنسان عادي وكبر مع بابا مامي لا كان بابا استادر بابا ما هوش غني ولا ما عاونوش بزاف ما من ناحية المادية تلقى باللي من نواحي وحد أخرين تلقى هرفض بزاف قيم على بابا كاين فعل من نفس ويش نقولولو يقولولو التعليم بالقدوة تاك تشوف باباك فاركزنب ما يتكيفش ما يكسبش ما يهضرش بالناس هذو أمر تقدر ترفضهم متى وحدك بالصح لو كان يكون هناك تكون كاينة قدامك قدوة راجل قدامك باباك يسهل عليك بزاف أمور يسهل عليك بزاف أمور تستطيع النموة بك ما يكونش معوج تستطيع أن تنحي الأب يحضر عندك الأب والأم لكي يخرج طفل يخرج هذه الدنيا جاية هذو تنحي الأب والذين تنحي لهم لكي تنحيت واحدة من ركائز ليكبر عليها الطفل سرت تنحي له يكبر بسعر 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 سيد أحمد وما عايق في قانون السلم المصالحة الذي يدعوك في الهنوستا هل يرى هذا القانون هذا القانون مصالحة التسمية هذه لا تعجبني كما يقول هنا هذا ليس قانون مصالحة هذا قانون مكالخ نقولها ونعودها لكي تحكي على مصالحة الصح لازم على الأقل تصلح الخطأ انت ظلمت إنسان وتحب تسامح معا لذلك تضيت له ذراهم سرقت له حاجة على الأقل رجاله على الأقل صلح الضرر صلح الضرر صلح الضرر اللي انت الضرر اللي بسبتك إنسان سوفر عوام وعوام على الأقل وما زالي سوفري ونتجي تقول لي انسا وغمو سلام عليكم هذه مصالحة هذه النهار لدي وفي الحقيقة في القضيات المفقودين عبالت الظرر كما قلت لك من معانات والضرر ما هو لا مادة لاوالو هذه تعدي تعواض مادة وسكتت السلام عليكم هذه المادة هذه مكىش منها دي جا مام لو كان نعودوا نتابعوها ونقولوا حتي يبنnn انزان بليمئت وتبغى تخلص الضياد ديامة شي ١٧ مليون حاها انا فأنا فعله لنوغسية نعم أنا حاجة ما حتشري لي حاجة ما حتشري لي بابا عنده 23 سنة ما بنش أحس به ستار بعين عيد ستار بعين عيد دارنا شحل حيش روهم لي سمحنا فكرناك في المعاناة يعني هيب لما نفكرك فيها ركعيش هاد المعاناة سيتحمد قلت لك ينعودون حكوه يعني حمبك انتي هذوك العياد اللي عيتهم بالأبتاء والمناسبات وكل شي واش عقبت وقريت وكي نجحت وبابا ما كاش و هذو شحل حياتيك باش باش يشري لك الحضور متاعهم شحل حياتك يا رحم بابك مليار خمسين مليار ستين كين أمور في الدنيا هذي هذ المسؤولين تعز مر يمحبوش فهمها كين أمور في الدنيا لا تشترا بالمال ما تشريهش يالو كان مع الباليش ملء الأرض ذهبا ما تشريهش لا غالب يالو كان الأب وللأم هيتم فاون قلوب اللي حاجمت عوضهم وينك يا معنى باناش أذكره عايش ولم يتبين عابو والله العظيم في الدفو وكين عود نحكي عليه ما نعرف على نقول الله يرحمه ما نعرف على نقول الله يذكره على خير ما نعرف على نقول انا اتفصل وإن شوال الاجتماعي ظاهر مالي نقول الله يرحمه ولميت مع الباليش اللي أرهو حي في الدفو أكين تفكر هكذا يقول كيف يكون حي شوفي صراحة نحكي على الهو اي ، يتفكر بابا نقول كان غير مع ميرجع ونشوفه هكذا قدامي لكن لا تتمنى أن يكون حي برسكي عبالك 23 عشرين سنة وبين أربع حيوط لا تشوف لأي بماك لا تشوف لأولادك لا تشوف لأولادك هذي لأنا وحي مسكين أنا أضربها بهبلا الله لا أعلم كيف نوصف ما تقدر تقول اليوم للسلطات الجزائري للسلطات الجزائرية ما تقدر تقول لهم مع هذا الحراك بالثمانيين يتبدل السلطة والثمانيين العدالة تعنا ترجع وتبين الحق ما هي رسالة تعك للسلطات الجاية رسالة تعك ما تقول اليوم بعد الحراك الشعبي نحن الثمانيين بالثمانيين السلطة الجزائرية تتغير يعني العدالة تتغير أنا أفهمت أنا نحكي باسمي نحكي باسمي أنا وما لا بدأ بعد أسر المفقودية ما بيش عسكوا يوافقني الرأي ولا لا لا نحكي أنا شخصيا أنا راني مع الحراك راني مع المطالب الشخصية مطالب الشخصية راني مع المطالب الشعبية جوسكوبو هل لديكم مطالب المفقودين مطالب تاكم ما هي المطالب؟ هاني جايك أنا أتمنى إن شاء الله إن شاء الله ياربي العالمين إن شاء الله ياربي الحراك هذا ينجح نروح إن شاء الله في مرحلة انتقالية ومن بعدها ما نطلب ما أنا نطلب نطلب أن تكون عدالة انتقالية تأتي وتفتح ملفات هذه وتشكل سواء تفتح ملفات سواء تشكل لجنة تقصي الحقائق أو لجنة للحقيقة كي نعرف الحقيقة تعملنا يا أخي ما هذا كي نطلب كيف يستهل أن يتخبه يتخبه 23 سنة لا يبني لحي ولا ميت آه إذا ماتوا وسلك وتهنى وإذا روحي مسكن 23 سنة ونت خزنه تحت الأرض أو لا يخزنه أو خافه يا ربي وإذا لم تخافك يا ربي إنت أتعجي إذا أتعجي وهم مستوى ثقافي ومستوى فكري راقي وإذا أنت وإذا أنت ما تأمن بوالو ما تأمن لا ما عندك حتى فكر ما عندك حتى ولو يا ابن عمي وراهي الإنسانية تاك وراها وراها ما لابني شاديك اذا بألك دفوا دفوا الحيوان والله الحيوان عندي هكا أصحابي عن المربية قطة والله يقول لك يكون زعفان يجي القطة ايه ما لابني شايل القطة يحس بك قط انت رك إنسان وراك خبيت إنسان على ماله وراه أنا أرى أنا وش نطلب ما نطلب إلا الحقيقة تبا يا أخو يا إلا راهو حي راهو راهو حي راهو حي نقول له راهو حي نقول له راهو حي ومخدمش الله لا تربحكم عبالك هل هذا ما مدار والو تخبيه راهو حي واخدم ما مدار معه يا أخو يا راهو خلص خلصوا زيادة أطلقوا المالي وإلا راهو ميت أنا نسحق على همات على قتلته نسحق نعرف ونسحق العظام وإلا الروفات نتوعه نعود ندفنهم وإلا نقدر نقرأ الفاتحة ليه كل جماعة هذا وش نسحق نشكرك سيد أحمد على قبول دعوة ونحن نتمنى إن شاء الله تمنى الحقيقة في أقرب وقت وحيين وميتين وينراهم الحقيقة والعادلة كلمة أخيرة كلمة أخيرة نعود نشكركم على الإسضافة ونعود نشكركم نشكركم على الفرصة هذه اللي أعطيتها لي وفذفضت وعبرت وكلمة أخيرة شوفي أسر المفقودين يعني اللي لم يطلقوش اللي بقوا شدين في القضية دايما شوفي دايما نقول هاو نعود هنا نشكرهم الشكر الجزيل اللي خلّوا القضية حية وقاوموا ضد النسيان وقاوموا يعني قاوموا قاوموا عندهم ما قاوموا أنا يعني كنت صغير ومعدة بديت نكبر ونعرف كي بديت نقرأ شفت كل كانتejنا ويجاهز مواقع التواصل الاجتماعي بديت نتباع على الحسابات تعلمو ناظرين الله يعطيهم 100 مئة مننا إن شاء الله من شاء الله تباني الحقيقة الحقيقة هي تباني هنا ولا لهك يعني تباني في الدنيا وإلا ما بينش الحقيقة هنا في الدنيا وما تحقتش العدلة كي نحن دايما طمعين في العدلة الإلهية يجي يجي نهار وينتباني الحقيقة إن شاء الله من شاء الله ربيج بالخير وسلام عليكم أما أنتم مستمعين الكرام نعطوكم موعد في الأسبوع القادم مع عائلة جديدة من عائلات المفقودة لسنوات سينة اشتركوا في القناة